ما تبغى أهبة تفضل يعني ولا تفضل يا هبة يلا يا هبة شو يا عادل عادل بيفكر يقولك تفضلي ولا لسه يعني زمان في مودة الإجازة آه أوكي طب ولكم باك طيب أهلو سهلة صباح الخير يا هبة صباح الوضع أهلو سهلة فيك صباح الخير مشاهدينا نبدأ بهذه الصورة الجميلة من توقيع المصور السعودي يوسف بجاش الذي عاشق التصوير الضوئي لكل جماليات مكة المكرمة منذ 15 عام بجاش قال للعربية نت اهتمام الأكبر هو لتصوير مكة المكرمة كما أهتم بتصوير بزوغ القمر وشروق الشمس وغروبها وربطهما مع عناصر ومعالم من مدينة مكة مثل منارات الحرم المكة الشريف مع إبراز جبالها الشهيرة مثل جبل النور حول أبرز ما قام بتصويره قال منظر السواعق على مكة وعلى برج الساعة تحديدا مزيد من الصور على الموقع إلى مصر كشفت إحتائية رسمية لليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية أن 21% من أطفال مصر يعانون من التقزم يعاني هؤلاء الأطفال من قصر القامة وضعف العضلات والتأثر ذهنيا مقارنة بأقرانهم الدكتور عبد الفتاح الخولي أخصائي طب الأطفال قال للعربيانات أن الأسباب قد تكون وراثية أو بسبب وجود خلل في هرمونات الطفل لكن أيضا ترجع لسوء تغذية للرضاع والأطفال الصغار وتراجع نسب الرضاع الطبيعية يعرف منذ وقت طويل إلى أن الشخير أثناء النوم مشكلة تتعلق بالرجال فقط لكن دراسة جديدة كشفت أن النساء أيضا يعانين من نفس المشكلة وبنفس الشدة لا تحترف عادة النساء بأنهن يصدرن أصوات الشخير خلال النوم وحتى عندما يفعلن ذلك فأنهن يصممن على أن شخيرهن لا يكون مرتفعا مثل الرجال وهو ما تبين عدم صحاته كشفت الدراسة أن 40% من النساء التي قلنا أنهن لا يعانين من الشخير يصدرن بالفعل الشخير بنفس الكثافة وعلو الصوت أخيرا على مر التاريخ هناك دائما أدوية غريبة يدعي أصحابها أنها صنعت من مواد طبيعية ذات قدرة شفائية عجيبة وتسجل هذه الأدوية عادة انتشارا كثيفا في مختلف أرجاء العالم على مر العصور في القرن التسعتار شهد العالم ظهور مصطلح زيت الأفعة الذي كان يباع في الأسواق مقابل أسعار باهضة لعلاج جميع أنواع الأمراض أمريكي يدعى كلاريك ستانلي قبل نحو قرن من الزمان استخدم هذه الحيلة لتحقيق ثروة هائلة وبطريقة سهلة عمدة لنشر إشعاعات حول قدرة زيت الأفعى الخارقة في علاج الأمراض هذه الأصورة انتهت في 1916 تم معاقبة كلاريك بدفع غرامة مالية بلغت 20 دولار بس هذه كانت بعضا من أخبرنا المزيد على صفحات العربية دوت نت عودة إلى مهو عادل أنت لو تقولي للزيت أنت بتشخرك أنك بتغلطي في حقها فعليا بس تتعتيز عليه من الموضوع هذا فانتبهوا أيها الرجال أثبتت أنهم متسويين في مساوى حتى في الشخير تريني challenge ترجمة نانسي قنقر tense اشتركوا في القناة